طوات الحرب الدائرة في اليمن عامها الرابع ولا تزال آثارها الكارثية تتوالى على الأرض والإنسان هنا في هذا المخيم تجسدت المعاناة في أحلك صورها وبدت المأساة في أسوأ مظاهرها مئات الأسر حطت رحالها في هذا المكان مخلفة وراءها منازل قد لا تكون أحسن حالا من هذه الخيام لكنها بطبيعة الحال منازلهم التي نزلوها باختيارهم ورحلوا عنها مجبرين وتركوها غير مختارين ولكل أسرة من هذه الأسر مأساتها الخاصة وذكرياتها الأليمة أسرة أمين واحدة من هذه الأسر التي اضطرتها الحرب للنزوح فخرجه وزوجته وأطفاله الأربعة ثرارا بأرواحهم تاركين وراءهم كل شيء متنقلين بين عدة قرى قبل أن يصلوا إلى هذا المكان خرجنا الساعة ستة كذا مغرب اشتباكوا الظهرية يعني في اشتباكوا الظهرية وقبل خرجنا كذا قدم المغرب معنا كانت هنا من البلاد كانت بقاية تحملتولي بقاية الثياب شوية ينتظر أمين وأسرته مولودهم الخامس خلال أيام قلائل وحتى في حال وصوله لا يملك أمين ما يستعين به على تكاليف الوضع ولا ما يبلغه وزوجته إلى المركز الصحي الذي يبعد عدة كيلومترات عن المخيم فلا مفر إذن من الوضع في المخيم رغم مخاطره الكبيرة إذ تنعدم في المخيم أبسط مقاومات البيئة الصحية والنظيفة مضانح عامين على تواجد أمين وأسرته في المخيم وقد يطلو بهم المقام هنا وكل ما يفعله أمين وكل ساكني المخيم هو انتظار اللفتات الإنسانية للمنظمات والمؤسسات الخيرية لتخفف من معاناتهم وسوء أحوالهم وتوفر أقل احتياجاتهم وبدورها تتوجه مؤسسة بصمات للتنمية بهذا النداء للمحسنين والخيرين أفرادا ومنظمات للوقوف إلى جانب هؤلاء النازحين وتلمس حاجاتهم وتخفيف معاناتهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر